اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية شد البطن مقدمة تعرف عملية شد البطن ايضا باسم عملية رأب البطن او تصغير البطن وهي اجراء جراحي يهدف لازالة الجلد والدهن الرخو الزائد وتجرى لشد وتصطيحي البطن لا بد ان يكون لدى المريض توقعات واقعية بما يمكن ان تقدم الجراحة التجميلية له كما يجب عليه ان يدرك المخاطر والمضاعفات الممكنة يشرح هذا البرنامج شد البطن ويتناول ما الذي يمكن توقعه قبل وفي اثنائي وبعد الجراحة الجراحة الترميمية والتجميلية شد البطن هي احدى انواع الجراحات التجميلية وتغير الجراحة التجميلية شكل اجزاء الجسم حيث تقوم تلك الاجزاء بوظيفتها بشكل طبيعي لكنها لا تظهر بالشكل الذي يريده الشخص يجري التوصل لقرار اجراء جراحة تجميلية بالاتفاق بين المريض وجراح التجميل سوية وبإمكان الجراح ان يوصي بالجراحة التجميلية اذا رأى انها امنة وفعالة عند المريض لا بد ان يكون لدى المريض توقعات واقعية بما يمكن ان تقدم الجراحة التجميلية له كما يجب عليه ان يدرك المخاطر والمضاعفات الممكنة لا تغطي معظم انظمة التعمين الصحي الجراحة التجميلية وتختلف تكلفة العملية والعناية اللاحقة شد البطن تثبت عضلات البطن والنسيج الضام المحيط بالبطن الاعضاء الداخلية في مكانها كما انها مسؤولة عن الشكل الذي تظهر به البطن قد يحدث تهدل البطن بسبب التقدم في العمر الجلد او الدهن الزائد نقص مرونة الجلد تمطف النسيج الداخلي وعضلات البطن قد تتدل البطن او تنتفخ بعد الحمل او بعد تغيرات كبيرة في الوزن بامكان شد البطن استئصال الجلد الرخو وشد عضلات البطن كما بامكانه ازالة علامات الشد تحت السرة يمكن اخذ شد البطن بالاحتبار في حال وجود جلد زائد حول السرة وجود ضعف في جدار البطن السفلي قد لا يكون شد البطن مناسبا للمريض حيث قد لا يوصي مقدم الرعاية الصحية به في حال كانت المريضة ترغب بالحمل مستقبلا كان مؤشر كتلة الجسم عند المريض اكثر من 40 قد لا يكون شد البطن اكثر من 5 آلاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية العلاجات البديلة قد يكون الشخص قادرا على تحسين مظهر بطنه دون جراحة وتتضمن العلاجات البديلة تناول نظام غذائي صحي منخفض الدهون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ارتداء ملابس مناسبة اذا لم تحسن الحمية والتمارين الرياضية منظر البطن فقد يوصي جراح التجميل بشد البطن اذا كان الشخص غير راض عن مظهره فعليه مراجعة استشاري متخصص فقد يساعده ذلك في رفع روحه المعنوية قبل شد البطن يجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية عن اية ادوية يأخذها المريض حاليا فقد يحتاج الى تجنب ادوية معينة قد يحتاج المريض قبل شد البطن للبدء بتناول دواء مضاد للتخثر حيث يقي هذا الدواء من تجلط الدم يحتاج المريض للمحافظة على ثبات وزنه لثلاثة اشهر على الاقل قبل شد البطن فالتغيرات الملحوظة في الوزن قد تؤثر في نتائج الجراحة وسيحتاج المريض ايضا للإقلاع عن التدخين قبل الجراحة لو كان مدخنا فالتدخين يؤثر بشكل سلبي في الالتئام وقد يتسبب بموت الانسجة يجب ان يخطط المريض لوجود من يقتاده لبيته بعد ان يغادر مرفق الرعاية الصحية ويجب ان يمكث احد من الاهل او الاصدقاء مع المريض في الليلة الاولى للنقاها على الاقل في اثناء الاجراء يستغرق شد البطن حوالي ثلاث ساعات عادة وسيكون بامكان المريض ان يذهب الى منزله في نفس يوم الجراحة على الارجاح يجري شد البطن تحت التخدير العام حيث سيتلقى المريض المخدر عبر خط وريدي او باستنشاقه ويؤثر المخدر في كامل الجسم وسيكون المريض نائبا خلال الجراحة ولن يشعر باي الم في اثناء شد البطن يزال الجلد والدهن بين السرة وشعر العانى جراحيا ثم تشد العضلات في البطن باستخدام غراز دائما سوف يخلف الشق ندبة على طول التجعيدة الطبيعية بين البطن والعانى ستنتقل السرة او تتغير في اثناء شد البطن حيث يعيد الجراح بناءها باللجوء لشق صغير المخاطر والمضاعفات شد البطن امن غير ان هناك مخاطر ومضاعفات ممكنة ويحتاج المريض الى معرفتها تحسبا لحال حدوثها حيث يكون عن طريق معرفتها قادرا على مساعدة مقدم الرعاية الصحية على كش المضاعفات باكرا تحمل كل الجراحات خطورة العدوى او التحسس من التخدير ومع ان التخدير امن الا انه مثل اي علاج قد يحمل بعض المخاطر تتضمر مخاطر التخدير مشاكل التنفس كسور الاسنان او جرح الشفتين الصضاع كما قد تتضمن مخاطر التخدير الغثيان التهاب الحلق التقيق احتباس البول ويمكن ان تتضمن مخاطر ومضاعفات التخدير الاكثر خطورة تخليط عقلي مؤقت عدوى رئوية سكتة دماغية نوبة قلبية الموت يناقش طبيب التخدير هذه المخاطر مع المريض قبل الجراحة ويسأله عن اية ادوية يتعاطاها قد تحدث جلطات دموية في الرجلين بسبب عدم الحركة بعد الجراحة ويتظهر بعد الجراحة بايام قليلة وتسبب تورم الرجل وإلامها قد تتحرك الجلطات الدموية من الرجل وتنتقل إلى الرئتين مما قد يسبب ضيق النفس وألم الصدري وربما الوفات يجب اخبار مقدم الرعاية الصحية فورا في حال الشكوى من أعراض جلطة دموية قد يحدث ضيق النفس أحيانا دون سابق انذار يساعد النهوض من الفراش بعد الجراحة بفترة قصيرة على تقليل خطورة هذه المضاعفة تتضمن مخاطر إجراء شد البطن النسف الذي يحدث أثناء أو بعد الجراحة العدوى خدر أو تغيرات في الإحساس الجلدي كما تتضمن مخاطر إجراء شد البطن سوء التئام الجرح التندق التورم المصلي وهو تراكم السائل تحت الجلد الموت النسيجي في أثناء شد البطن قد يتأذى النسيج الدهني العميق في الجلد وقد يموت ويزيد التدخين فرصة الموت النسيجي وقد يتسبب الموت النسيجي بالفتاح الجرح وبالحاجة إلى جراحات إضافية بعد الإجراء تغطى البطن والشق والسرة بضماد جراحي بعد شد البطن قد توضع أنابيب صغيرة على طول مكان الشق حيث تقوم بتفريغ أي ذم أو سائل زائد وقد تظل في جسم المريض لأسبوع أو أسبوعين وسيشرح مقدم الرعاية الصحية كيفية تفريغ المنازح والعناية بها يحتاج المريض لإبقاء أعلى جسده مرتفعا قليلا عند استلقائه في الأيام القليلة الأولى بعد الجراحة من المحتمل أن يشعر المريض بعد شد البطن بألم بسيط ويمكن السيطرة على ذلك بالأدوية كما قد يحتاج إلى أخذ مضاد حيوي ومضاد تخسر يكون التورم في منطقة الجراحة أمرا طبيعيا لمدة نحو ستة أسابيع وقد يستمر التورم في بعض الحالات لما يصل لثلاثة أشهر سوف يرتدي المريض رداءا داعما اسمه المحسم البطني مدة أربعة إلى ستة أسابيع بعد الجراحة ويساعد هذا على الوقاية من تراكم السوائل كما يؤمن دعما بطنيا في أثناء الالتئام يجب الانتباه في أثناء الحركة في أول ثلاثة أشهر بعد شد البطن ويجب تجنب الوضعيات التي تجهد الجرح مثل الانحناء عند الخصر وهذا بهدف الوقاية من عودة فتاح خط الشق يجب مراجعة مقدم الرعاية الصحية فورا في حال الشكوى من أي ألم شديد أو نزف يكون معظم المرضى سعداء بنتيجة شد البطن والتي تستمر لمدة طويلة عادة وسيحتاج المريض لمراجعة مقدم الرعاية الصحية للمتابعة ولأخذ الإرشادات المتعلقة بكيفية المحافظة على النتائج أيضا إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة تعرف عملية شد البطن أيضا باسم عملية رأبي أو إصلاحي أو تصغير البطن وهي إجراء جراحي يهدف لإزالة الجلد والدهن الرخو الزائد وتجري لشد وتصطيح البطن خلال عملية شد البطن يزال الجلد والدهن بين السرة وشعر العانة جراحيا ثم تشد العضلات في البطن باستخدام غرز دائمة سيترك الشق ندبة تدماها على طول التجعيدة الطبيعية بين البطن والعانة شد البطن آمن غير أن هناك مخاطر ومضاعفات ممكنة ويحتاج المريض إلى معرفتها تحسبا لحال حدوثها ويكون عن طريق معرفتها قادرا على مساعدة مقدم الرعاية الصحية على كشف المضاعفات باكرا من المرجح أن يشعر المريض بعد شد البطن بألم بسيط يمكن ضبطه بالأدوية كما قد يحتاج المريض لتناول مضاضي حيوي ومضاضي تخثر يكون معظم المرضى سعداء بنتائج عملية شد البطن والتي تستمر لفترة طويلة عادة وسيحتاج المريض لمراجعة مقدم الرعاية الصحية للمتابعة بالإضافة لتلقي توجيهات عن كيفية المحافظة على النتائج شكرا لاستخدامكم برنامج اكسپلين